ونبقى في الضفة الغربية حيث شن جيش الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة النطاق في الضفة الغربية تركزت بصورة أساسية في مدينة قلقيليا وفدت نصادر فلسطينية بأن الاعتقالات طالت عددا من قيادات ونشطاء حركة المقاومة الإسلامية حماس وتخللت أعمال استجواب وتنكيل بحق الموقفين وقال شهود عيان إن دوريات من قوات الاحتلال حاصرت مختلف مداخل المدينة قبل البدء في اقتحام المنازل وألحقت أضرارا كبيرة بالممتلكات وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال اعتقال 24 فلسطينيا في قلقيليا ومحيطها بدعوة استهداف البنية التحتية لحركة حماس